موسيقى خلينا نشوف نزار قباني وهو بيقول جسمك خارطتي القصيدة الأصلية اللي هي طبعا عدلت لتكون أغنية تجري على ألسن الناس من المحيط إلى الخليج زيديني عشقا زيديني زيديني عشقا زيديني يا أحلى نوبات جنوني يا سفر الخنجر في خاصرتي يا غلغلة السكيني زيديني غرقا يا سيدتي إن البحر يناديني زيديني موتا علّى الموت إذا يقتلني يحيني جسمك خارطتي جسمك خارطتي ما عادت خارطة العالم تعنيني أنا أقدم عاصمة للحزن وجرحي نقش فرعوني وجعي يمتد كبقعة زيت من بيروت إلى الصين يعني هيكرت بقعة زيت أنت خليتوها سربحة مني هذه كان كنا معرف بأي مطار فاتصل فيها يقول لكاظم في عندي قصيدة حتعجبك اللي هي بوقتها كانت يمكن أن أتحبني بعد اللذي كان أنا سكتت قلت له أحسنت سعد نزار وهي سكتت هو يفهمني هو سكر التليفون ورن التليفون بعد أهلا سعد نزار قال لي أنا عرفت معجبتك عرفت القصيدة ما كثير ما كثير شدتك قال لي عندي قصيدة على أسلوبها سنغزف فيها الوطن العربي قلت له شو قال لي زيديوني عشقا زيديوني قلت له ملحنة وأنا عملي 16 والله العظيم قال لي هذه لازم وفعلا لما سجلناها جينا من مصر توزيع الله يرحمه الأستاذ إبراهيم الراديو سجلتها كذا مرة طبعا أنا أسجل واحد نعم حريبي عاوزي يعرفني راح أغير قلت له خابرني ساد نزار لازم تضيف يا أحلى مرأة بين نساء الكون أحبيني يا من أحببتك حتى ما موجودة بالديوان سجلت قلت له ساد نزار سجلت لغنية قال لي كاظم الساهر ما يقول سجلت قلت له عندك حق فوضعت لحنتها من جديد وجمعنا الفرقة سجلناها من جديد يعني إحنا لبرجلنا القصيدة الأصلية مش بس هنلاقي فيه فيه حاجات متغيرة فيه حاجات مش موجودة في القصيدة الأصلية ما موجودة يا أحلى مرأتين بين نساء الكون أحبين يا من أحببتك حتى احترق الحب أحبين هاي الإضافة بالأخير من شافني إذا أشتغل عليها ومن عملتهم وسمحهم قال لي ما عجبتني يا الله أنتم متعبين أو أنتم متبين قال لي ما عجبتني يعني ليه تركض ما خليها تركض إحنا كان نريد نحن مالها مثل مثل أني خيرتكي وقال حبيت قلت مدرسة الحب أحلى من عدها قلت له عاد عمر ابنة عمر اتصل فيها قال لي بس عمر ميت فيها قلت له ما هو أنا متسويها للشباب وشوية شوية لغنية لازم أنا أغير مفهوم تلحين القصيدة يعني أنا قلت له لازم أغير لازم أسوي القصيدة لأنه هو دائماً ارتباط القصيدة من يجي الملحن يرتبط بها يعني مش شرط خليها شعبي يعني خليها بسيطة خليها راقة زيدي فهو قال لي أوكي إن شاء الله التجربة تنجح يعني هو نزار قبالي ما كانش يعني متحمس أو متأكد من نجاح لا هو يعدهم بالتسلسل هو يحب أني خيرتكي عند هذا اللحن مايفارق يظل معاه دائماً يموت في هاي القصيدة وبعدها مدرسة الحب وبعدين زيديني أشكاً مراني وجاعي يمتد كسر بحما من البغداد إلى الصين فأنا من بدء التكوين أبحث عن وطن لجبيني عن شعر امرأة يكتوني فوق الجدران ويمحوني عن حب امرأتي يأخذوني بحدود الشمس ويرمي طب ومين كان صاحب فكرة التعديلات يعني مثلاً هي جسمك خريطة أنت بتغنيها في الحفلات؟ أنا مزعج مع الشعراء أنا لو تستنين أي شاعر يقول لك يعني متعب لدرجة أنا أخذها قصيدة بس أحط قوس من أول صلى الله يعني كان موسيقياً أنا ما أقول لها غير ليها موسيقياً هاي الجملة شوية صعبة يضحك هو يعني أنتو غيرتوا جسمكي جسمك خريطة موسيقياً ولا عشان الرقابة سعتها؟ حقيقة؟ الرقابة أيوة دا حقيقة؟ يعني كانوا كويسين كويسين يعني أنا أيدهم أنه ينطقون وكانوا حاطين أساتذة التحديات فيها فكل قبلة أخذت أو أعطيت ليس فيها حلول أو حضور يعني سويت بعث الرقابة وكل فلة أخذت حتى شنو يجيزوا ليها حتى نزلها بالألبوب صح وغيرها حتى أغنيها لي كل فلة حلوة كل ما حلوة هو شو عمل؟ حاط نقطة فوق الفلة وخلى باء لا تصلح يعني هم أكو صعوبة لا دا حصل؟ أيوة والله حصل رحت أنا شو عملت؟ فكل قبلة أخذت بس شن المنتجنا نزلت بالألبوم جهة الخليج أنه ما بيه هذا المقطع فاضي شنها بس باقي المنطقة لا يعني هو الرقيب زود النوت عشان يقولكه أنا فاهم أنتوا بتتلعبوا يعني هو عايز يقول يأخذها قدام القصيدة الأصلية ويقراها ويقرهناها فحط لي نقطة وحط لي باء قبلة تصلح إنني أسكد في الحب فما من قبلة مخلة أو أعطيها ليسني فيها حلول أو حمول إنني أسكد في الحب 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 أي والله إن عانقتني كسرت أضلعي وأفرغت على فمي غلها إنني أسكد في الحب إنني أسكد في الحب وكذا الوصول إلى إلى شفتيك انتحاره خلوني أغير إليك 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 انتحاره يعني حرام قادم الساهر طبعاً بخلاف الملكة الواضحة جداً للتزوق تزوق الشعر والتعامل معاه بحب وشغف إنما هو كمان عنده ملكة الكتابة في مجموع من الأغاني المحبوبة جداً لكاذم الساهر من كلمات كاذم الساهر ضمني على صدرك هذا اللون بعد الحب وبعد العشرة سلامتك من الأ دي كلها كلماتك الحياة كثير يعني فد ما أعرف أربعين خمسة وثلاثين والله ما أتذكر طيب لما بتجي بقى تألف أغنية بتبقى مرتبطة بحاجة حصلة في الحياة ولا لأ خيال شعل محت لا مثلاً مثلاً في كان يتخانقوا معي في البيت يقولوا مثلاً ما أحبك بعد روح وفي أز العصبية هاي في القاهرة وأنا لأغنية محتاج بعد غنيتين الألبوم ما أحبك بعد روح قلت لها اي حلوة هاي ما أحبك بعد روح لا لا يمسيك الخناعة ولا كاملته يمسيك الخناعة بس هي يعني وقف وق راسي ايش أعمل له هذا بس يعني تكره حلوة تيجي وأكتبها على طول طيب ما أحبك بعد روح ولا أريدك بعد روح ماشي لك وسط عيني بس بالقلب والروح ما لمسك ولا لمسة ولا همس لك ولا همسة ولسة ما شكرت لسة شو مخبيت لك في الروح اوه يعني لما قلت هذا اللون عليك يجنن صحيح يشبه لون عيونك صحيح كنت لابس قميص أخضر شوية فقال هاي اللون عليك جنن متشوف اللون عيونك وهاي فعلا والله العظيم وكان عندي موعد كنا طالعين بالسيارة قلتوا مراجعوني على البيت فارج ولم موعدوا قلتوا مراجعوني على البيت المهم رحت كتبتها ولحنتها واللي اللي زعل معايا أخي بعدين صالحنا قلنا تشوف هالغني من واحد فقال هذا اللون عليك يجنن يشبه لون عيونك نظرات العالم مطمن احذر ليحزدونك يسلم هالطول وهالنظرة وهالجسم المتناسق أغلبهم معجب بالمرة وبيني وبينهم فارق أولهم أتقدم وعلن أولهم مجنونة كذلك هذا اللون عليك يجنن يشبه لون عيونك نظرات العالم مطمن احذر ليحزدونك هذا اللون عليك يجنن يشبه لون عيونك نظرات العالم مطمن احذر ليحزدونك يسلم هالطول وهالنظرة وهالجسم المتناس أغلبهم معجب بالمرة وبيني وبينهم فارق أولهم أتقدم وعلن أولهم مجنونة هذا اللون عليك يجنن يشبه لون عيونك نظرات العالم مطمن احذر ليحزدونك هذا اللون عليك يجنن يشبه لون عيونك يشبه لون عيونك نظرات العالم مطمن نظرات عيوني يشبه لون تحذر ليحزدونك تقصط يكتيو الاضطور من تمشي بشارعنا لا تنكرفهم حركاتك ما ممكن تبنعنا بتقصد تبطيخ خطواتك من تمشي بشارعنا لا تنكرفهم حركاتك ما ممكن تبنعنا أكثر من أعجاب عجابك ومبين بعيونا هذا الغرق عليك يجنب يشبه لنا عيودا غفرات العالم ما اطمد نحن بلين حزن أين الموناليزا؟ أين الموناليزا؟ موجودا؟ موجودا؟ أين الموناليزا؟ أين الموناليزا؟ أين الموناليزا؟ أين الموناليزا؟ او صباحي شوك بعيني اللي حزت دونك كلك أنا بعضاً بعيني لا فتني بعيني تزعى او مرضاً بعيني شوك بعيني اللي حزت دونك وجهت حيو قولت حيو قولت حيو قولت حيو دونك على بابك على بابك على بابك مل دونك على بابك حيو والعقل الفجر الضائر ونكس على الروس الظاهر شوك بعيني اللي حزت دونك ولت على بابك مل دونك على بابك مل دونك حيو قولت عليك دونك على الروس الضاحن شوك بعيني اللي حزت دونك وجهت unsung câmera وجهت unsung rema على بابك على بابك جماهيرية جادم الساهر الطغيع تجعله يتعرض لمواقف محرجة كثيرة وبعضها مفزعة بالنسبة له المعذبات أحيانا يقتحن المسرح بعنف شديد بالرغم من التأمينات المكثفة وهنا يكون كاظم الساهر في موقف لا يحسد عليه يحاول دائما أن يتفادى ولكن المعجبات لا يتوقف هو معشوق جمهوري حتى الأفلام لم تترك كاظم في حالة ايه ده؟ انت مينهم والإيه؟ أما مين ده؟ حسب زي كاظم بحبك يا كاظم بحبك يا كاظم خد الدب دوب ده يا كاظم أحسن منك يا خون وأنت الزوت يعني بسجل لغاني المغنيين يعني بتشوف كاظم؟ أحيانا كاظم ده عسل عسل هو مرتبط؟ مش حايرب طب معندكش نمر تليف مودو؟ مش حايربط؟ لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال صحيح. صحيح. لأن يعني احكي لك. يعني احنا درسنا. وآآ الله عطانا موهبة. تلحين وعطاني انه في اعمل اصعب قصيدة في اعملها يعني وانا مبسوط. وفي كم هائل يعني اللي يعملون لغاني البسيطة ورائعين طبعا. فخليهم يبسطوا الناس. وانا اعمل القصائد اللي اللي فعلا يعني احس انه هي هاي مدرستي. احس هي هاي مدرستي. حقيقة. قصيدة انا وليلة مدرست الحوب. اه اني خيرتكي. اه شؤون صغيرة. تناقضات. هدولة هدولة مدرستي انا يعني. حقيقة. متعة بالنسبة هي. هو معلش يعني ممكن ناخد وقفة يعني رأيي يقال. ممكن تاخدوا ترميل بحر. بس احنا قدامنا اتنين قادر. احنا كجمهور. في كاظم الموسيقار. وفيه كاظم المغني المؤدي المحبوب جدا. المقبول جدا. يبدو ان انت في طول الوقت هستعملون معاملة واحدة. يعني احنا بنبسط جدا لما بنسمع دلع عيني دلع. بنبسط جدا لما بنسمع مع كلك على بعضك حلو. صحيح بس بس ما يقبلوا الجمهور. احكيلك يعني. اسألي اي من الفرقة. يعني لو ما نغني. على المسرح الاغاني هاي القصائد يعني يدبحونه. يعني مثلا مرضى غني ليلى. تحبت من عندها ليلى. ليلى 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 ليلى. ما يسكتون الا الا اغاني هاي واحدة. قصائد البقية. بعدين يعني اغاني لهم باقي الاغاني البسيطة. يجي يسوي لي هالشكل. صدقيني يعني النسبة اوكي. الاغاني البسيطة محبوبة للناس. بس ما تكون هي ما تاخذ بالنسبة لهم. لان هما قصائدهم عندهم في مكانة. ما المفروض تاخذ. يعني شي بسيط. عانيت. 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 لا حزن ابوه به. ولست تدهي. شيئا عن معاناتي. عانيت. 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 لا حزن ابوه به. ولست تدهي. شيئا عن معاناتي. امشي وارحك يا ليلى مكبرة. عالي وخبري. عالي الناس احطي ضاراتي. إلا الناس تعرف ما أمري فتعذرني ولا سبيل لديهم في مواساتي يرسو بجفني حرمال يمص دمي ويستبيح إذا شاء ابتساماتي معذورة أنت إن أجهبت لأملي لا تزمد ذمدك بل كانت حماقاتي فاكر أول مرة جانيت في القاهرة كان إمتى؟ سنة كام؟ أو جيت القاهرة أول مرة تجيها؟ بالقاهرة أول حفلة أنا كنت في مهرجان كارتاج في تونس أيوة فصارت الحفلة ما شاء الله عملت ضجة حتى أعطونا معرفة أعتقد بوقتها يمكن غنينا ما أعرف كم ليلة مددوها وكان حاضر مدير مهرجان الأغنية عربية بالقاهرة كان حاضر ما كان يعرفيها مين؟ مين ده؟ فحضر الحفلة فأجي علي قال لي نحن نتمنى أن نزول القاهرة وانت مدعو المهرجان الأغنية عربية فأجيت كان نص الجمهور يعرفني نص القاعة تقريبا ونص القاعة بعد منها وقتها غنيت سلامتك سلامتك من الآه، بدأت في سلامتك من الآه، أي فبدأ العلاقة العظيمة دخل كاظم الساهر وبدأت العلاقة وامتدت واستمرت الحقيقة، من اللي لقبك بالساهر؟ الساهر، أنا كان اسمي كاظم، هو اسمي كاظم جبار، أبي اسمه جبار، كاظم جبار إبراهيم، السام الرائي من بلد سام الرائي، سرّة من رائة، بناها المعتصم بالله فكنت أمشي بالإذاعة والتلفزيون، إحنا كنا جنود، أنا وأصدقائي، ونسجل، نسجل أغاني وطنية يعني فطلعت لي أغنية، لحمت أغنية ونزلتها أنا وحبيبي يا هوا، بسيطة يعني، نازلك غناء كاظم جبار فواحد يعني، الله يرحمه، توفه هو، يعني بشكل استفزازي، أنا ماشي، قال لي، هو انت كاظم؟ انت كاظم جبار، هذا ما البيع شربت، بيع عصير، يعني انتصلح بيع عصير، يعني اسمك بيع عصير قلت لي شرفني، قلت لي شرفني شكراً، يعني بس قالها بطريقة يعني شوية كانت ساخرة فرجعت يعني، كان جلست مع حقيقة مع أصدقائي قلت لي أنه صار حديث هاشيك صار، يعني مثل إهانة كانت، فندور على فتشي، يعني داع دور ففعلاً يعني سميت نفسي الساهر، اللي هو لا يشبهني تماماً بس الساهر ولا إلا علاقة بكاظم الساهر، ما بسر، والله العظيم، ما بسر، ولا إلا علاقة بها وهي هال مشكلة، وظلت حتى والدي الله يرحمه قال لي تعال 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 انت منين جميت لي هذا الساهر وقلت له يا با يعني بس مفني يعني هذا يعني قعد تتفكر في اسمي بقى فني ومتفرد وحتى ما يعني المهم إنه تخلص من اختيار اسم إنه ما ركزتش أو إنه عكسك لا بس يعني قاله لازم تختار لك اسم يعني في موسيقى هالشكل وهذا يترم أوكي، أه كاب لا هو اسم حلو ومتفرد صحيح، بس لو قلنا إنه لكل إنسان نصيب أو حظ من اسمه سيبك من الساهر بس ما في عائلة الساهر ولا كل شيء مفهوم، كاظم جبار، اي من اسمك، اي من طبعك له علاقة بكاظم الغيز أو كثير، كثير، اسمي يعني كاظم يعني أمي الله يرحم والف رحمه على الروح إنه سمتني بهذه الاسم يعني تزبي حتى مرات من القيصر بقى أرجوكم، اه كاظم أجمل شيء، بلا القابل، كثير يشبهني، كثير كثير والقابلين الغيب والعافية على الناس، عاو، 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 عاو الله، وإنت بتتكلم عن كاظم حاجة، وإنت بتتكلم عن ساهر حاجة تانية، إنت، يعني حتى تعبير ووشك مختلفة حسن، احنا كان وابن أختي بدر، الله يرحمه التوفى أخي علي، الله يرحمه وإحسن إليه وأخي الصغير إبراهيم، والعظيمة، مع عائلة العظيمة هذه العيلة اللي تطلع كاظم الساهر بالتأكيد عيلة عظيمة جدا، وأخرا حصل لك مشكلة ورقية بسبب تضارب الأسماء يعني أن أنت في أوراق مكتوب فيها الساهر وأوراق مش مكتوب فيها الساهر، وصلت المشكلة لأنها تبقى معطلة؟ أي، يعني كانت يعني مثلاً من نروح نراجع معاملة، فمن أشوفهم الباسبور، ما يعني اسمي مختلف في الباسبور العراقي في الجنسية، أنه كاظم جبار إبراهيم ما زال، وبالباسبور الثاني أنا كاظم الساهر، يعني كاظم جبار الساهر، ما في إبراهيم يعني بتوقف في المطار؟ لا، ليس في المطار، في المعاملات الرسمية، ما يمشوك إياها، يقول لك لا أنت مو نفس الشخص، أنت مو نفس الشخص، هذه المعاملة بإسم كاظم جبار إبراهيم، بس أنت هناك كاظم جبار الساهر، هذه كانت شوي عنينة فيها، واضطرت عملت تغيير أوراق؟ إيه، اتصارت في المحامة، وغيرت لأنه حتى حتى نكمل المعاملة، موسيقى من الفراد إلى المين؟ موسيقى موسيقى شاب المساهر موسيقى اشتركوا في القناة 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 الحب عند قادم الساهر بالقلب ام العقل هو للأسف جبناه بحياتنا في القلب في القلب في القلب بس هو حقيقة يعني نصيحة للشباب طالما بتحتي هذا الموضوع نصيحة انه الانسان يجب ان يفكر ويفكر لمدى بعيد اش راح يكون بالعقل افضل من القلب حب العقل ماذا تفضل عشاء رومانسي في مكان عاطفي ام شاطئ البحر بدون اي مظاهر يعني انا من النوع اللي ادلل دلال يعني ما اوصف لك يعني دلال لا يصف وافتخر بهذا لان هذا هذا ابسط حقوق ان تردي الفضل للمرأة اللي انتهى حقيقة مو مليا على اللقاء بس هو فضل من المرأة ان تجلس مع مع زوجها يعني فضل كبير وجودها في حياة الرجل فضل كبير جدا وخاف اي رجل يقول لك اني كذا واني كذا لا لا اوكي حتى لا يزعل ما راح اتكلم عنه ما راح اتكلم عن نفسي انا لا نسوى شيء حقيقة لا نسوى شيء بدون بدون دعواته بدون يعني يعني احنا ما عرف كيف في السرلك يعني انا برحيل ام الاولاد يعني الهزة اللي اللي اصبنا فيها لا لا اتمناها ل لا اتمناها للاعداء يعني ما اتمناها الايحد ما اتمناها الاسوأ الناس يعني المرأة يعني لا بس انتو كنتو مفصلين منذ زمن يعني شوفي هذا لما احنا يكون اي شيء اي شيء يخص الاولاد احنا على طول باتصال وعلى طول على طول انا دائما مرتاح لان امهم تدعينهم امهم توصيهم امهم داخلة في الدين متعمقة في يعني وانا مرتاح متطمن متطمن يعني هي مسؤولة عن كل شيء رغم كل شيء ولا اي شيء صيرت خابرني خابرها بل فكانت هاي الحميمية موجودة انه بيناتنا تنيناتنا يعني لحد لحد يعني للأسف يعني الظرف اللي مرنا به يعني ما اعرف انا انا قررت انه هذا الكلام مستحيل احكي فيه بس كان صعب ولي حد الان ادخل البيت يعني بعد انه ممصدقين ممصدق حقيقة يعني المرأة هي هي كل شيء في البيت مشارك واضحة جدا حقيقة المرأة هي كل شيء للاولاد للاعائلة يعني الرجل اللي ما يحترم زوجته او 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 تعالى او 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 يسمع كلام يعني او يعلي ايده حتى اذا ما ضربها اكبر جبان هذا هاي حقيقة هاي حقيقة سلامة سلامة ولو تسألي اي رجل سلامة لو تسألي اي رجل عن بنته لو تعرضت لشيء من هذا القبيل ايش راح يعمل الجنن صحيح صحيح اه 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 كلامك ومشاعرك وصلة جدا حتى بدون الخوض في التفاصيل ايه قادرة حس بوفاء وامتنان لأم أولادك ربنا يرحمها ويغفر لها الله يحب اه لما كنت تتكلم عن القصائد يمكن يكون في ناس عندها فضول ايه اكتر قصيدة غنتها تعبر عنك شخصيا يعني انت شايف انه الكلام ده راكب على قزم الساق لابس على قزم الساق اعتقد الحياة 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 اللي انا اخذتنا كثير بعيد اخذتنا كثير بعيد خلتنا يعني رغم الدعوات انه بين نفسنا انه مرأة حضعف انا راح اكون كذا راح اكون كذا لكن امام مغرياتها كنت اضعف من ضعيف فاعتقد الحياة اكثر شي يعني الحياة انا انا كاتبها ما فيها مرأة انا كاتب على الحياة من الاول الاخير من الاول الاخير شربت من اكوابها صبابة حتى الملل وعشت في عذابها كآبة لا تحتمل باركتها في غدرها ولم افارق الامل قاومتها في مكرها من حكم العقل وصل من لم يفق من وهمه فعن اساه لا تسل صارت حياته عدم صارت حياته عدم بل اشرب لوحدك الاسى وذق مرارة الفشل إن لم نقاوم ضعفنا ليس لنا فيها محل هي الحياة هكذا ذا طبعها منذ الازر هي الحياة هكذا ذا طبعها منذ الازر كم من قتيل في الهواء قبل كفي من قتل أما أنا أحبتي عزت علي حالتي وكيف ضاعت حكمتي وجاهتي وهيبتي حكايتي مع التي كانت لأيامي مثل أحبفتها أدمنتها أشتاقها ولم أزل الحياة ما زلت يعني بعدني أداء أشتاقلها أيضا أريد نفس الشيء أيضا لحد الآن كم يصير عمري لما نصير مغريات أرجع أضعف وارجع قوم وارجع أضعف باركتها في ندرها ولم تفارق الأمل ومتوها بمجرها من حجم العقل وصل من لم يفق من رحمه فعن أساق لا تنسى صار حياته عدد صار حياته عدد أشتاق لا تنسى أسلاق والميار أشتاق للمطار طاطنا وإساننا فيها محال بخلاف الأغاني العاطفية والوطنية صوت كاظم الساهر حاضر في مناسبات وقضايا نوعية أوبريت بكرة المأخوذة عن أغنية أجنبية غد أفضل كاظم وضع لحن الجزء الشرقي ووزعه وأدى مع كوكبة من نجوم الغناء العربي ومع اقتراب مصبار الأمل من الوصول إلى مداره غنى كاظم الساهر بالعلم تزدان الشعوب ويزدهي فينا السلام بالعلم والصبر الجميل لا شيء يبدو مستحيل بالعلم والصبر الجميل بالعلم والصبر الجميل فينا السلام بالعلم والصبر الجميل لا شيء يبدو مستحيل بستارنا هذا التليل بالحلم نمضي للأمان أما اللغة العربية فكان لها نصيب مع قاظم الساهر في اليوم العالمي لها أهداها أغنية من تأليفه وألحانه يا كاتب المجد سجل عن مآخرنا ما قد يروح لحساد ولم يروحي والمجد ليس الذي شادت أوائلنا إن لم نزده بفكر الفاهم الحديقي وكيف نعات شام سواتنا من بعد أن قاربت تدو من الغسقي بل قد صلاة لغالب تهر عداته حربا على الجهل والإملاق والفرق نلنا الثنى من الدنيا كثيرتنا كثيرت الوردي الإشراق والعبقي احنا بنرحب بكل جمهورنا طبعاً بس فيه ثلاث أسئلة هتبقى متاحة اللي عنده سؤال ثلاث أسئلة هنختار ثلاثة بالبخت بالحظ ثلاث أسئلة تفضلي مساء الخير طبعاً نورت مصر شكراً مساء الخير يا ترى آخر ألبوم بيك إن شاء الله هيتطر راح إمتى مشتقين أو نسمع وأنا كمان منتظر مثلكم أنا مثلكم منتظر يعني إن شاء الله قريب يعني قريب هو مدير عمالي قريب يعني قريب إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أول أغنية هتنزل يعني هتنزله كله مع بعض ولا أغنية وأغنية لا لا أنا لازم الشركة تنزله ألبوم أنا ما قبل ينزل هذا حرام يعني ألبوم ينزل كامل وخلاص هنا في حد أيوة حضرتك أنا اسمي شاري وسفرت ثمان ساعات علشان أشوف كازم من ألمانيا لمصر وإحنا كلنا بنحبك والأسريتي كلها بتحبك حضرتك عايشة في ألمانيا وفعلا وجايا أنا بدرس في ألمانيا بقلي أربع سنين هناك وجيت مخصوص سيارتي كانت الأسبوع اللي فات وغيرتها عشان أشوف كازم في مصر شكراً أنا بحبك جداً وكل أسريتي بتحبك بابا كان بيسمعك في الراديو ما كانش يعرف شكلك إيه كان بسمعك من زمان جداً وكلنا بنسمع أغانيك هو لما شاف شكلي ببعدوا نسمعني لسه بالخطة سؤال خضرتك دكتور عمري فرق لطيف طبيب مشاعر عضوة حد كتاب مصر أهلاً أهلاً بحضرتك أهلاً بيك أنشدت فيك الشوق حتى ملني ونسيت نفسي في غيابك يا أنا وغزلت عمري صدفة كي نلتقي وبكيت حتى رق لي دمع الضنى يا سارقاً دفء الفؤاد أعده لي قلبي تجمد إذ بدى لي موهنة أشكو إليك ومنك فيك لعلتي وودت لو ألقى بعينيك الفنى قيس على ليلاه جنة وليلتي فيض الرؤى ولربما كانت منا شكراً لحضرتك شكراً لحضرتك شكراً ما شاء الله علي سؤال الحضرتك كاظم الساهر به مهرجان فاس للأغاني الروحية 2005 أسعدتنا جداً بالإنشاد الصوفي للحلاج في عجبت منك ومني ورأيت ربي بعين قلبي ومن ثم في ألبوم لا تزيد لوعة أنشدت أيضاً والله ما طرعت شمس ولا غرب إلا وحبك مقرون بأنفاسي السؤال دلوقتي لحضرتك لماذا لا نتجه إلى هذا اللون من الغناء خصوصاً في ظل هذه الموجة من المدية الكبيرة جداً اللي بتحيط كل الناس أصدق الغناء الصوفي الصوفي أو الروحي عم ساد القصاد الكبيرة سيد عمر بن الفارض الحلاج بن عربي سهر وردي كبار القامات الصوفية الموجودة رائعة ولا غاني في مهرجان فاس حققت إنقاذ كبير جداً رائعة الحمد لله ردت علينا في القصة الصوفية حقيقة هي كانت هي كانت في مهرجان الأغنية الصوفية في فاس الجمهور صعب يعني الجمهور كله يعني يسمع بالشعر بالطريقة المختلفة تماماً يعني تماماً فأنا كيف أواجههم فرحت دور على أنا أحب الحلاج كنت قاري قصته وتأثرت بي شخصياً كشخصية عظيمة طبعاً فعملت قصيتين وحنتهم وطلع اتفقنا وهي الفرقة سوينا الفرابات وطلعنا على المسرح بس الحمد لله يعني لاقوا نجاح يعني تقربة بس كان قلبي يعني قلق كنت على المسرح وأرجي بس الحمد لله طلعت سيطرت أخر شيء عظيم ها حبيبي ها أهلا وسهلاً السلام عليكم عليكم السلام جلال رحيم تدريس وكلية فنون جميلة جامعة بابل أهلاً بحضرتك عراقي عراقي يا أهلاً وسهلاً أهلاً 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 جميلة يا أهلاً يا أهلاً أولاً دخلت الكلية 98 عملت بورت معرض شخصي يعني كاثم السار اسمه بورتريت كاثم السار وكل أغانية كنت أشتريهن من المجلة وقصقصهن وأقدر أرسمهن يعني من ضمنها أقول أحبك ثلاث لغة يعني ثلاث وكثير سميت لوحاتك يعني حتى للطلاب من أشرحهم وأنا حالياً طالب دكتوراه في كلية الاسكندرية كلية الفنون جميلة أهلاً أنا من معجبين بك جداً يا أهلاً سهلاً والتمنى يعني مهرجان بابل يعني إن شاء الله شاء الله شاء الله أنا بس عايزة أحضرتك أنا بس عايزة أسأل حضرتك عايش في اسكندرية ولا عايش في القاهرة لأ أنا عايزة من اسكندرية اليوم حتى جاي من اسكندرية شرفت اتفدر أستاذ كاثم أولاً تحياتي لحضرتك أنا اسمي حاتم أنا يمكن حضرتك بالنسبة لي مش مجرد مطرب حضرتك واحد من الأسباب اللي خليني أكمل في الحياة أنا شخص ممكن أصنف إن أنا شخصية حساسة شوية لكن لما كنت بسمع أغانيك أنت كنت بتقول لي بدون ما تعرفني كمل أنت ما تكشفك مشكلة وتستحق أن أنت تكون كما تشاهد تحديداً إيه من الأغانية أو إيه المقاطعة؟ المتمردة الرسم بالكلمات تعبت من السفر الطويل حقائبي وتعبت من خيلي ومن غزواتي أنا عايز أسأل سؤال لو تسمحيلي يا أستاذ أولاً أستاذ كاثم حضرتك دايماً بتدعو لبناء الإنسان في أغانيك فلو فيه ثلاثة صفات أو ثلاث صفات عشان يبقى اللغة العربية صحيحة إيه أكتر ثلاثة صفات تتمنى أنها تتحلى بها أي بني آدم عشان يكون إنسان سوي حقيقي من عين وحكم الكاظم السهل وشكراً أن يزوره أنا ما فيها يعني أحكم ما فيها يكون في موقع أنه أنا أحكم أولاً بس هو الإنسان لو راد يعني يعمل لو كان مهما تكون بأي مجال أولاً الصدق مع نفسه في البداية الإنسان لو يكون صادق مع نفسه حيعبر كثير أشياء قبلها يجب أن يكون فاهم نفسه أو فاهم هو ليش موجود مثلاً أو فاهم هذه الحياة ليش إحنا موجودين شو نريد نطلع من عدها وإذا ردنا نوصل رسالة شو الموضوع نتكلم به إنه حتى نقولها وشو راح نوصل هالرسالة فأعتقد الإنسان لما يكون جواه عنده إيمان بشخصيته والصدق واحترام احترام للعمل اللي هو اللي فيه والتحدي أعتقد كل شيء في الحياة كل ما يجابها الإنسان في الحياة كلها تسهل كلها تسهل سهلة كلها تسهل سهلة أنا أتكلم عنك وأنا مرات مثلاً أغرق يعني من أشوف حاجة مو هاي شخصيتي أغرق بالأمور الصغيرة ولكن الأمور الكبيرة أواجه يعني معرف من وين أجدت هذه بس وأنا رحت للمرة ووصفوا لي شخصيتي سموها شخصية أي أي اللي هي كثير حساسة كثير تتأثر أي شيء تقول تحكي معي لو كان مثلاً في شوية كلمة تجرح رح أسمعك وروح ما فيها حاجة بس من أحط رأسي على المخدة تجيني تجيني مثل الرعب تجي تعيش معايا يعني تأذيني تأخذني يعني للأسف هي هاي غلط بس يعني كل إنسان عندها عندها بطبيعة الشخصية إنها هاي التركيبة الله أعطاك إياها إنت بس يبقى إحنا إصرارنا وقوتنا والتحدي جوانا وأن نحقق الشيء اللي يجب أن نوصله وهي رسالتنا في الحياة فلازم نصبر أحبّي إلى عقدي وضيعي في خطوط يدي 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 média تغيّ إذا اللي يجب إلّاهي Ty تغيّ إذا عقدي وضيعي أنا عقدي وضيعي في خطوط يدي أحبّي إلى عقدي وضيعي إلى عقدي وضيعي احبّي إلى عقدي اخر جزء في اللقاء يجب أن تختار تختار ما بين سؤال أو حكم اعتراف أو حكم إما أن تدلي باعتراف ما أو تنفذ حكما أنا ما نفذ حكم يبقى تجاوب السؤال إما أن تذكر واحدة من أغنياتك وتقول لمن كانت موجهة أو تمسك عودك وتسمعنا أي حاجة تحبك أحلام أصعب أمسك العود أمسك العود يا سلام هو ده اللي احنا كنت عايزين هو ده العود بعد إذنك ساد خالد بس ما في عندنا استاند حتى نخلي عليه لهذا عندي ريشة عندي عندي شايلها بجيبي ياتي وينك دكتورا مريضك قرى بيموت أحضن وابوس الصورة ولا خبر منك لا صوت انتي وينك دكتورة مريضك قرى بيموت أحضن وابوس الصورة ولا خبر منك لا صوت مش تهي منك لمسة كلمة حلوة وهمسة حلفوها لا تقسى تضحك لي ضحكة من تفوت انتي وينك دكتورة مريضك قرى بيموت احضن وابوس الصورة ولا خبر منك لا صوت احضن وابوس الصورة انتي وينك دكتورة مريضك مرغب يموت أحضر وقوس الصور ولا خبر منك يا صوت وينك تكترى مريضك مرغب يموت أحضر وقوس الصور ولا خبر منك يا صوت مش تهي منك لمسة كل ما حلوة وهمسة حل فولها تكسى تضحك لي ضحكة من تفوت دايرة دا را 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 اووه اوه 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 مثه خززني جالبي من النام يطلب وجودك محروم خززني جالبي من النام يطلب وجودك محروم خززني جالبي من النام يطلب وجودك محروم لازم تجيني بهاليوم وإن ما إجت معذورة انتي وينك دكتورة مريغ كبار غريم أحضن وأبوز الزهور ولا خبر منك بصوت انتي وينك دكتورة مريغ كبار غريم أحضن وأبوز الزهور ولا خبر منك بصوت دي محدش توحد كده ايوه مش تكسطر اشرح ايوه ده فيرست ريليس ده أول عرض لأغنية جديدة مش عارف هو هيترحى إمتى مش عارفة هي مش في الألبوم بس هتترحى في يوم ما خلص خلص سراحك هنسميها اي دكتورة؟ هنسميها اي اي دكتورة انتي وينك دكتورة؟ دكتورة؟ مريضي قرر بيموت أحضن وأبوز الصورة ولا خبر منك لا صوت مش تهي منك لمسة كلمة حلوة وهمسة حلفوها لا تقسى تضحك لي ضحكة من تفوت فززني قلبي من النوم يطلب وجودك محروم لازم تجيني بهاليوم كلمات؟ كلماتي؟ بسيطة حلوة حتى لا نسمحها للفرقة انت على بغتة؟ انت أول مرة تسمعها حضرتك سمعتها قبل كده؟ ولا ما سمعتهاش خالص لا 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 نسمحها بس الأصدقائي بس أصدقائي والله العظيم انت فرق عظيمة الله يكب عمر ماشاء الله ماشاء الله كادم الساهر جدوله في مصر كان مزدحما مزدحم بالحب أكتر ما هو بالمواعيد من قبل ما يجي مصر والحد آخر الزيارة بدأت بحفل على ساحل مصر الشمالي وبعد كده في حفلة في الأوبرا واعتقد ان الجدول فيه أكثر من كده بخلاف البرنامج ده يعني حقيقة انا احبكم احنا اللي بنحب يعني والله العظيم يعني هذا الشعور فعلا فعلا من القلب لأن تحس انه كل واحد تجلسي معه بس دقائق تحسي نفسي تعرفيه من زمان يعني على النكات وعلى الترحيب الحلو أو على البساطة والمحبة تحسيها بوجوهه بالعبارات الحلوة اللي سمعتها من استقبلوني حقيقة يعني أعطيتوني الكثير أعطيتوني الكثير وإن شاء الله الزيارات تتكرر أكيد يعني إن شاء الله ومعرف المهم أنا أحاول أعوض بأي طريقة أعطي بجهدي أحاول أعطيكم ألحان تحبوها وأغاني تحبوها أنه تستمتع بها أنا عندي هذه هي حياتي حقيقة هذا اللي أقدر أنا أعطيه شكرا شكرا انت رائعة طبعا شكرا مقوية ما شاء الله شكرا لك طلعتين منها أشياء إحنا ما ردنا ما ردنا نقولها ولا كأنك نسوي أشي شكرا لك تستعرفوا واختنا أنا أمسكة بس تمامة أشكرك أشكرك آآ قادم الساهر ليس مجرد مطرب ماجح ليس مجرد مشروع متكامل محبوبا من المحيط إلى الخليج قادم الساهر حالة خاصة كازم الساهر أبو سام القيصر سميه ما شئت إنما هو الآن جزء من وجدنا جزء من الذكريات جزء من الأفكار اللي ممكن نوقف عندها أعرف أنه يستحي جدا من أن يسمع تلك العبارات التي فيها إطراء أو تفخيم ويرتبك كثيرا ولكن واجب وحق ولزام علينا أن نخبر كازم الساهر بأن المصريين يحملون له حبا واحتراما أكثر منه والآن لكل جمهورنا لجامل محافظات كثيرة من مصر قاطعا مسافات كثيرة جدا مني حفلة تلت أغاني هيقدمهم كازم الساهر يدك التي حطت على كتفي كحرامة نزلت لكي تشعر كحرامة نزلت لكي تشعر كحرامة نائمة على كتفي كحرامة نزلت لاتيت عندي تسار ألف مئة يا بيت آخر موسيقى تلك الجميلة كيف أم يعظم فلي أرفض السماء على جوك قولي لا تنضي برحلتها فلها جميع جميعها تنضي تلك الجميلة كيف أم يعظم فلي أرفض السماء على جوك قولي لا تنضي برحلتها قولي لا تنضي برحلتها تلك الجميلة كيف أم يعظم قولي لا تنضي برحلتها تلك الجميلة كيف أم يعظم يدو يدو في اللي حطرت على كذفين تحقى من ما زالت جيدا شفين عندي تساعد يا ربا ولياتي يا لي بات الله ولا تبات يدو كين ولا تبات يدو كين اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة